موسيقى 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 اخر. وسي محمد الغروس مدير موقع العمق المغربي. تحية لك جامع ولكل عشاق القهوة لان اليوم واليوم العالم القهوة. ياك سيدي حمزيان. محمد حمزة عشلاف زميلي في موقع دازين فوهيمة. كتبول بانه ها الاسبوع كالاحتفال باليوم العالم يلقاه. هاي تماما. مرحبا بك سي حمزة. مرحبا بكم. مرحبا بالمستمعين ومستمعات الكرام والكريمة. شكرا لك. وسي ريدة محسني المعالج والاخي السائي النفسانية. مرحبا سي ريدة. سباح النور وصرور للمستمعات والمستمعات. سحية لكم جميعا والتقم البرنامج. إذا نبدأ بهذا الخبر السعيد اللي ربما نزيد وعودون بالشروبية للمغربة وخاء انه يعني اللي اندخل حيزة نفيد منذ يوم الجمعة. استيقنا في الدراسة بشكل حضورية تخفيف من جمعات دي التدابير وهذا. كين جانبين. نبدأ بك حمزة. الى اي حد كي بلك التدابي التي تم تخفيفها الاغلاق عوض تسعود لحظاش. وهذا كي بلك على حسب الوضعية الحالية وهذا وش بقي وش بقي منطق انه حيفاض على الاغلاق ما لحظاش. هو هو نقوله زي ما خبر سعيد ولكن هو هو انا بالنسبة لي تصحيح غلط. اه غلط لان هاد القرار بهذا الشكل كان يمكن يلقات في سير دياله ويكون منطقي. لو اتخاذ هذه على الاقل اقول اسبوعين. اه تأخر بزاف. اه في الطرف اللي في احنا بالارقام دي تلقيها رائعة. كنا نقولها رائعة. وفي هذه المناسبة غادي نعود نقولها اه تحية كبيرة. قاعدة الاطر الطبية اللي 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 خدمها وكتخدم بكتر من وقتها. فيها الطبية وفيها الادارية. والادارية. وقال الناس اللي واقفين على هذا الشيء اللي تلقيه. فمن غير المنطقي. في نظاري. اه انه اه ما زان نقوله المغاربة خصكم تخلوهم عار 11 د الليل الطار. سيف خوستخون لانه ما عندها تتامنة. اه مني كان اوصل لحضاش د الليل 12 د الليل افو او فغير. اه ما اصلا ما بين 12 و 15 صباح. اصلا الحركة كتنقص فازة. ما معرفتش ما تنفهمش بخفوة. وش كينا رغباتي لانه يبقى هاتش هذا هذا. بسبب انه يحصل لدولة كاملة في امتيني. موان دو تحرق الراس. هذا هو الاحساس اللي عندي. كين بعض النوقات اللي كانوا في البالاغ اللي ما نفهمين شو. ما عندهم تعالقة بالواقع. اني كتجي كتتكلم لي على خمسة وسبعين في المئة دي التاقة السعابية في وسائل النقل. وكأن الكاتب هات البالاغ عمروخ دوا وسائل النقل في المغرب. على ممكن كتبوه. اللي جران تاكسي كي هزو العدد كامل. اللي بيوس كي هزو العدد كامل. ترانات كي هزو العدد كامل. ولي جران تاكسي باقي نزايدين تامان على الناس منين كانوا زال. بعض مناطق عندك الحق. فالله الله يرحم الوالدين اللي كي يكسبوا. بلاغات ينزل شو شوية في. 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 واقع. واقع. من غير تقيم دينا يعني الإجراءات في حداتها. وعلى كل حال يعني الناس اللي تاخدوا عندهم مبررتهم وعندهم حجاجهم. طريقة نرجع لطريقة دائمة. لكنك النقش وهدي يعني الشهور للتواصل يعني مع المغربة والمغربية. بخصوص الإجراءات. لاحظنا أنه متلا فيما يتعلق بالتعليم. كان التعليم مقرر الجمعة فاتحه اكتوبر. البلاغ مخرج تل يعني الخميس تلاتين شو تنبير مع الصباح الحشراء الحضاج النار وكيدور. يعني شكل بلاغ ما كينش تشي واحد المسؤول مثل اللي جاو تكلموها. لإجراءات كذلك ديل تخفيف كان تل يوم الخميس يعني مساء مع السبعة أو الثمانية عد. فواش كان ضروري عاو تاني بتعامل مع هاد المعطيات اللي هي زوينة ومبشرة ومزيانة. بهالطريقة ديل البلاغ جاف والديل التواصل يعني بالليل. للآسف مع هاد البلاغات هذي كان نلقوا نفسنا كنكره في كل مرة نفس الهضرة. آآ بالفعل مثلا غادي نرجع للتعليم من بعد. ما بالنسبة لعدد من القطاعات رما عندها تشي معنات علم الخميس باش الناس انهم غادي غادي يشتغلوا الغد يعني الجمعة كين قطاعات اللي الناس ستوجد هادك الفتح اللي غادي تكلموا مثلا على قاعة الرياضة ولا على الحمامات ولا هادوك ارباب هاد المشاريع والناس اللي خدامين فيهم ولا هادارة كان نقصهم واحد قد نادي الاستعدادات. هاد تأخير اللي تكلمين وليا حمزة كان فقط كيفتح الباب لاصبح لإبتياز المواطنين لأنه كان واحد العدد دي المواطنين y dahą هادوك الحجر مع وتشعود الليل. وكانوا ناس اللي سواء انظروا فمعيانة خلالهم ما تضبطوا شعلوا وصلوا شوية عطلين او اللهم. دائما أنا غادي نحاولون نقوله أنا ما كان عموش ولكن للأسف بعض عناصر الشرطة أو الضارة كانت كتستغل هذك اللفات اللي بقاوة المدة طويلة لحجرة التسعة الليل بشكل لي ما كانش مبرر بشكل كافي في المغرب بالنظر العدد الوفايات اللي كنا وصلنا لهم وعدد الإصابات ونسبة ديال التلقيح كيف ما تكلم عليها حمزة فكانت كانت هذي الإشكالية بالنسبة للتعليم أنا أعتقد أنه لا القرارات ولا التواصل حولها كانت فيهم أخطأ كثيرا سنبدأ بالمسألة ديال التأجيل اللي وقعت هذي الشهر الأطفال اللي كيقروا في الابتدائي اللي عندهم قل من 12 عام واللي عمليين ما غيرت تلقيحوش علش أجلوا لهم هذي الشهر لأنه هذو على الأقل كان ممكن يبدو تصدرح إشكال الأطفال تصدرح إشكال العدد من الأوسار اللي كان خصها تدبر الشهر إضافي الوجود ديال الأطفال في البيت كيفاش غادين ديروا لهم إلى آخره ثم من بعد عود كان رجعون علنوا لفاي أن رغدا غاديس بدل المدراسة بقول الأوسار يعني حتى أنه كانوا بعض الأباء والأم هذي كيضحكوا به هذي كيقول لك لأول مرة الوليدات فرحانين أنهم غاد يرجعوا للمدراسة كنخليوا حتى الدقيقة الأخيرة وأعتقد أنه كان بعض سوء التواصل في المسألة ديال التلقيح البارح من يدخلوا لوليدات المدراسة كان بعض الأباء اللي اضطروا يمشي ورجعوا يجيبوا ولداتهم لأنه ما كانش شرح بشكل كافي أن نرى اللي ما عندوش جواز تلقيح ما غاد يش يقدر يدخل يقرأ حضوري وبالتالي فش كانت المسألة ديال كنسمعو في البرام ووسائل الإعلام راح تمت أجيل لأنه كيخصم واكبات الحملاء ديال تلقيح ما مكسر من 12 عام عدد من القصر ما فهموش أنه اللي راح شبه إجبارية أن اللي ما عندوش هاداك الجواز ما غاليش يقرأ وبالتالي البارح كانت سنة تقلت أنها اختيارية في الأول لو احترق أنه ما فيهاش الإجبار ما كيش إجبار ولكن راح كانت قصر للبارح اللي كانت تكلم على التعليم العمومي هو راح تلقيح كله ما شغل للأطفال هذا ما كيش إجبارية ولكن بقوة الأشياء تصبحوا إجبارية إذا بغير خناية راشدين منين غنبغي ندخل لواحد المؤسسة غنبغي مثلا واحد النهار ندخل دوزين ويقولوا لي يا إلا ما عندوش لباس فاكسينال ما غادي جي تدخلي غادي نعرف كيفاش ندبرها بما فيها على المستوى النفسي إن شاء عندك دبا واحد طفل عنده 12 عام ولا 13 عام هادي مو الدوة كيتسنة إمتا غيرجع للمدراسة ومنين كيوصل لببديل المدراسة كيحطوه واليدي أو لكي يمشي على رجله إلا كانت المدراسة قريبة ومن بعد كيعرف بأن اللار ما عندوش لباس فاكسينال ومنين كانت تكلموا على لباس فاكسينال يعني مشات له واحد شهر أخر لأن ناخسه يأخذ الجرعة اللولة ويعود يأخذ الجرعة الثانية فكان حاول دائما نقدر أنه كينا إكراهات كثيرة لأن أزمة تحت علينا في العالم وكان بعض تخبط ولكن هادي أمور لي ما فيهاش عنصر المفاجأة يعني هادي شهر باش تخدا قرار ديال تأجيل كيف ما قلت ما كانش مفهم أصلا للناس اللي عندهم قل من 12 عام ولكن كان يمكن تدبير الأمور بشكل أفضل وخاصة أنا أنا كنت أكلموا على أطفال لي كيمكن حتي تطور عنده هاداك الإحساس ديال لانجيستيس ديال لغوجي والناس دخلوا المدراسة ديالي دخلوا مدراسة وباقي ما تخيش غادي يدخل من بعد 15 يوم ولا بشهر كان هاد جانب أريضا وكان جانب أخر يا سترس اللي عاشته العائلات في هذا الأسبوع يعني بقضية وش غيكون يعني التعليم حضوري ولا عن بعد كيف ما كانو هذا وش ما كان ربما من الأفضل ومن المثالي يتأخذ مجراها الطبيعي مع العلم أنه على مقرنا وسمعنا أن رأيي اللجنة العلمية بالتخفيف وبالتعليم الحضوري يعني كانت خادوا التعطاها هذه أسبوع أو أسبوعين تماماً رجع لنقطة لقالت سناء البارح الجمعاء بالعديد من الأباء والأمهات لتصابوا بإحباط لهما لا ولدتهم لأنه ما كانش ما كانش ما كانش تفسير ما الكيفاش غادي ديل هذا الدخل المدراسي ولكن بغن نشير على أننا مرة أخرى نحطم رقم قياسي جديد نحطمنا الرقم قياسي الأول ديل أطول الكنفينمون في العالم في الكنفينمون الأول واليوم نحطم رقم قياسي ديل أطول عطلة في العالم بالنسبة للأطفال معمر أطفال العالم منهار بدأت المدراسة الإجبارية قلسوا كثير من أربع شهور ونص نحن الحمد لله في المغرب وصلنا إلى عهو وكن نظن بأنه هذه فيها واحد شوية ديل استماحة للتعبير ولكن فيها واحد شوية ديل الحقرة للمدرسة تحقق لسو تلسو 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 سبعة وتمينية سعود لا لا الصديبون اللي كانوا عندون انتيحة ناسة ديل الباكالوريا اللي كانوا عندون كدوية الباكالوريا أما راب البشدائي رابدو تيقلسو من اللول ديل شهر ستا ومبدأوا بسبوع الأول زيد هاتها رمضان اللي كان قبل شهر ستا تماما إلا مشيتي في هذا المنطق ولهذا وزيد هالإضرابات اللي كانوا زيد ولكن هنا في هذا الهنف كان أعتبره بأنه كان حقرة على المدرسة العمومية أو التعليم عموما كان شي حاجة غير زيدة بالنسبة لسلوطة ديالنا على أنه كان بلغات أكتر تهم الرياضة وكتر من البلغات التي تهم التعليم على أنه بحل شي حاجة غير زائدة سيان لكس انتلكتويل فهذا ما كانش في جميع الدول كان حاول نشوف البلدان الجيران كان يخرج الوزير بفرحة كي أعلن على أنه الدخول المدرسي كي أعلن على الحيثيات الملوفة كي نتفهموا أن مثلا مسؤول بش يعني يجي اعتخاب برسية وللقرار صادم ولهذا نفهموا أنه يكون هذا الارتباع ولكن أنه جاي يعني أبي كي نبون نوفيل لما كاشف عنصر مفاجأة كان ممكن يكون كان كتوجد لأنه رد دخول المدرسي أخص را كل حالة بحالة راكين لأول مرة قد يدخل المدرسة لأول مرة قد يدخل السيبة لأول مرة قد يدخل الكوليج لأول مرة قد يدخل السيفة هناك تغييرات جيدة رياف في كيفية التعامل معه كان أيضاً دي موزيغ بغيخ جداد لأنه دبا في المدرس أني كان قرارو كل مدرسة عندها سيادة في شنو النظام اللي غادي يدير فماشيحنا سواسية قدام المدارس فيمكن المدارس دي البعاتات الأجنبية والمدارس الحرة عندهم الإمكانات باش يديروا 10-15 تلمين في القسم عندهم إمكانات باش يفرضوا لجل باش يديروا لجل عندهم إمكانات باش يديروا الكمامة للناس اللي ما جابوهاش ولا على الأخي يزيدوا يعقبوا الوالدين مدياً ويزيدوا عليهم أن بجي دي المدرسة أما المدرسة العمومية لا أظن علي أنه عندها الإمكانات هذه باش تحتارهم 15 تلمين في القسم في القسم أولا باش تلزمهم بالكيمامة أولا بالوجل فهذا المسألة دي العدل ما كانش عدل فاد النقطة هذي وكان ترتيبات نفسية وكان ترتيبات اللي كان لفوغ نيتيوكسكولير كان الكتوبة كان مجموعة الحويجات كان مجموعة أشياء اللي تصاحب الدخول مدرسي رماشي غير هز الولدو دي المدرسة وأجي كان ترتيبات مهمة بزاف ومكلفة ولكن كان معنصر أيضا دي الانتخابات اللي أثر على الدخول المدرسي يمكن ما تقلش ما تكشفتش عليها ولكن التقداري الخاص على أنه ارتأوا على أنه المرة أخرى تجد دقاف التعليم والتربية نحن لا نستطيع دقاف هذا المتعلمين ولا تجد دقاف في الجانب الأمني أو الجانب اللوجيستيكي طريقة الإخراج للإجراءات الجديدة هذا الموضوع كان متوقع في الحلقة الأسبوع الماضية يعتقد خضاحي زمن نقاش وبسطنا الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وقلنا أنه كان شوية تأخر مقارنة مع الإقليم الذي يعزز هذه الفكرة لتأخر شي شوية لا نقل الحكومة بقرار ضروري نعلق عليه سلبا ولكن لاحظنا هذا المرة أن الحكومة أو رئيس الحكومة كان يتعذر بأنها تشيرها فيه لجنة تقنية وخبرة وكثرة لاحظنا هذا المرة أن التقنية ضغط على السياسي بل أكثر من ذلك أن أعضاء في اللجنة التقنية خرجوا قبله يقولوا حلو العباد الله يعني ما اكتفوش بالمرسلة اللي يرفعوها للحكومات يقول لي يخفوه على عباد الله ويخرج الإبراهيمين ويخرجوا بعد الأسماء يقولوا إذا لاحظنا أن هذا المرة السياسية ما عندوش ثم يتطرح السؤال لماذا يأتي الإغلاق لأن هذا القوح عندك الجور أو القدرة تأتي من هذا العشية التحد ومن الذي يكون خبر مفرح كان بالإمكان أنه يتوسع شيئا طبعا يجب أن نقول أيضا أن هذا الموضوع في نيات المطاف هو تقدير ونحن كإعلامين وصحفين ونحن نرحمه السياسي لو قدرنا أن الوضع تفاقم ثاني من بعد أو أمام فتاح كبير سنقولوا وكان عليهم يعني يدروا شوية للتدرج إذن في نيات المطاف مثلاً اللي كانك يقول بأنه هذه المحطة الانتخابات كان من ضروري تعطى واحد المهلد الأسبوعين من بعد لأن اللي كان عرفوا الانتخابات كانت فيها حملات وخنة وكانت منعه ولكن كانت وكانت احتفالات وكانت صوت بالتالي كانت نفس المحلية زمن النسطرالية كانت نفس كانت الحملة ديال السيد رئيس الحكومة اللي يخي يمشي دبا كان الحملة دياله فيها كل شيء إلا احترام للتدابير أنا تشكي جيناد شيء كيف يدخل هذا هو اللي كان يقول لك أنه بعيد الاعتبار أنه ناخد بعيد الاعتبار أنه لا تكون شيء انتكاساً بعد ذلك التجمعات لأنه كانوا بعيد يلعيدوا ذلك الشيء لا يمكن للمتتبع زمال حصيف أنه ينفي واحد لدوز ديال السياسة في تدبير ديال هذه العملية كاملة بطريقة بأخرى فيها نقاشات وفيها فرضيات اللي ممكن إلا كانت موضوع نقاش ممكن نقلبوا على الفرضيات ونختبروا قدرة صمودها واضح هذا الموضوع تأجيل الدخول تدوز الانتخابات لاحظنا أنه كامل الدولة كان معطي لهذه الانتخابات خاصة أنها تولاتية وكذا وكذا إلى خير وأن هذا الموضوع ممكن يتأجل الملاحظة السلبية اللي علابة الموضوع ديال التواصل كما قلتنا اللي كان نقشوه كل مرة خص المسؤولي اللي يوم يستوعبوه كين شي حاجة اسمتها تورا التكنولوجيا وكين شي حاجة اسمتها البحث على الفيدباك ديال السؤال دياله أو ديال التعليق دياله وأن الخاصية ديال التفاعلية في كل ما هو إلكتروني وكيش تقفز عليه اليوم ممكنش بحاجة دوراقيات تكتب لغتيك اللي تزيد في حالاتك قراءة لا 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 اليوم الناس كانت تقرى الخبر وكتعلق عليه وكتبقى عندها فارغات وبياضات وكتطرح أسئلة وما كتلقاش لي جواب جزء منها طرحناش حاجة لأسئلة اللي طرح دبال حمزة وغيرها إذا لابد أنه شي شي شوية ديال يشرحوا للناس هذه الإجراءات ويعرفوا أن حجم الانتظار عندنا 1-17 مليون حيصة بناشيد في الفيسبوك يلزدنا له أرقام خرامة على قبل انستغرام وزيد الواتساب اللي أصبحت طبعاً والتويتر وكذا إذا النسرة كتنتظر وكتطرح وكتطرح المعلومة وما كتلقاش لها جواب إذا من الأمور اللي ما عنداش جواب هو اللي تكرمي عليها حمزة ديالعودة الجماهير الملعب كان من المرتقب أنه المؤشرة اللي قلناه والبلاغ ديالجامعة الملكية قبل أيام أنه يكون هاتذ الأمور ولكن بقت غامضة كانت تسريبات أنه مبارد المنتخب المغريب لغا نتكلم عليها في نهاية البرنامج غير ده ولكن هاتش يبقى يعني أغلقينه القال وصف أغلقينه القال وتسريبات لي عندي إذا ما شخصياً يرتقى بتبان شي حاجة وتفسير اللي كانوا أنه ميمكنش تدابير مباراة كرة قدم تخلص بلاغ كهم أمور أخرى لأنه سي سبيسيفيك سي سين بو اللي كان الملتقب هو أنه مباراة مغريب وغنية بيصل أنا تلعب في ساة أكتوب تلعب بجمور ولكن هاتذ أغلق الملعب والكشير كان في بلاغ واحد هذا هو المشكل ولكن أنا في إطار الفوضة وفي إطار هذه الارتجالية نتظر أنه تقدر تخرج شي حاجة غير الملعب بوحدة أصلاً التدابير اللي كانوا يقدروا في الملعب هاتذ رات عنهم جميع الملائكير واضحين واضحين يكون فيها التقني واجد والسياسي ما قد شكت القناة الجامعة كتقول لك أنا واجدة ويجيبوا جاوسة القيح ونصف 50% من طاقة السعادية ويجيبوا الخبرات للتنظيم الآن ديال المغرب اللي كي يصادف مقابلة عديدة المغرب الآن رات قريباً قدروا نقول لك نصفدوا كأس إفراقية مصغرة جميع الدول الإفراقية كي يجوكي لأبو إنا والمغرب هو الواحد القادر كي يستقبل مصرفتات تونس كترفات إلى آخر المغرب كي يستقبل فما نحروش زي ما في مباريات ديالنا إحنا ياف مباراة أندي اللي ما تيكون في حضور إلا إلا كان شي حاجة أخرى ما 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 تماماً فوراً مجال آخر اللي فيه تسريبة تسريبة المضادة هو المصر ديال تشكيل الحكومة الجديدة بطبيع الحال الأسبوع كامل كان يعني صمت ما ما كانت شي حاجة كان صمت بس تتنقل لوائح اللي كان الدور في الواتساب كل واحد هدا هو اللي في الدور ديال التنويري كذلك أنه وقيلة من الواجبنا نقول للناس بأنه هرا كينا واحد المصطرة معينة كينا بروتوكولات معينة وبين هالشي كلوا اللي كيتسربوا هدا هدا راهم لا أساس له من من صحة هادشي ما 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 يعني باش يعرفوا الناس بأن وكينا روي أخرى كتك تقول متى إلا خرجتي اسميت السيمو حمد الغروس في شي لائحة يعني كتبغي تدفع به باش يبل الواجه ولا غتحرقه هدا هاد الإشاء وزيدها عنصر آخر ديال في التهافت نحو الكليك تهدي يعني من ربما من يعني من الفخاخ المطروحة يعني للمترقية يعني لأساسي ربما ما عاتوش متفقين عليه أنه مكينة تشي حاجة مؤكدة يعني أعتقد أنه مكينش شي تعليق لي نقدرون قولوه لأنه جوش تمو مكينة شي حاجة مؤكدة تعليق أنا بالنسبة لي هو مكينة شي مرتابط بالانتخابات مرتابط بهذا المسألة ديال لهف اللي كينا على أننا نقلبه على شي معلومة وخد تكون هداك المعلومة فيك وخد ما تكونش صحيحة وللأسف كتلقاها الآن حتى عند ناس للمفروض أنه يكون عندهم واحد لحد أدنى ديال الحس النقدية أو اللي مش نقلب على المعلومة الصحيحة إلى آخره فبانتظار أن تكون عندنا معلومة صحيحة صعب جدا أنه يتكهن الواحد أو يعلق أو يحلل حتى شي حاجة لأنه يعني المعلومة مكينة شي في تقديري يعني الناس ديال الصحف والإعلام يمكنين لن تأسفوا لهذا التكتوم يعني الإعلامي والصحفي لما كان الخبر يعني مشنو غد يكتب وخاصة المواقع اللي ممكن نقول عموما والجرائد المحترمة اللي ما استعداش تدير الخبر وناقيده في نفس التانية أو تدير ضريب الفعل أمتي أو لا تخدم أجوندات ديال ناس كتحاول تسوق نفسها بطريقة أو بأخرى فهذا ما ما كرهناش السيد رئيس الحكومة المعين يقول ها فين وصلت لا تماما عندو غير نصف أسبوعية على الأقل تعطى فيها إشارات الأيوم أعتقد مثلا ما يتعلق بالرمج الحكومي ماش يسير هذا النوم سالة وانهوه مثلا ما يتعلق بالهيكل الحكوميان وطمئينا النهارة ما غاتفوتش واحد قدر معين ونفهموا أن الموضوع ديال البروفيلات راكما الكل يعرف أن فيها تفاصيل وهذا الترفاض وهذا التقبل وهذا إلى خيري إلى خيري لكن أعتقد كي ما قلت ممكن إلا 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 نتأسفوا كي نوع من السرعة مؤكدة هناك حديث على أنه تصريح أحد الشركاء في الحكومة اللي هو عبدالطيف وهبي تتحدث على أنها ثمانية يعني ستكون الحكومة جاهزة وهي أصلا الجمعة الثانية في أكتوبر دستوريان الافتتاح ديال مجلس النواب توقع أنه يكون حضوري أيضا لكن غسط هذا الشيء من المواطن حاضي وكيقلب على المعلومة ويترقب يشوف بروفيلات ما عندهاش ماضي سيء وهذا التغيير الذي يتحدث عنه في تشبيب التغيير في الوجوه كذا راكيتس أنه الناس حقيقة يشوفوه من طبيعة الأشخاص الحضور للنساء وغيره راه المواطن إزعمها من سبل ويعتقد كين واحد الارتفاع وغاين عكس على تشكيله وغاين تبان يعني الناس ما غاد تفلش أي إشارة لا في التركيبة أو لا في كذا راه الناس كتنتظر بروفيلات حقيقية باش هاد شعرت لي وفق هذا المرحادي أنه دجتماء وديل تحديات والمشاريع الكبرى وديل الحكومات الكفاءة وديل الأقطاب وديل شي كامل نصره ينتظرون بشغف أنهم يوقع نوع من التماثل فيما ينتظرون ومسا تقرر كنت حتمي جهر ريدام حسني وتحولنا إلى كبالذي لقاعة انتظار كبيرة اللي كانت أنه البلاغات المرتبطة بالدخول المدراسي البلاغات المرتبطة بتشكيل الحكومة عندما دخلنا الواحد الحالة نفسية دي الانتظارية اللي تعم جميع المسائل في التقدير الخاص كان هادو كل لوائح اللي تيضرو في الواتساب بالعكس أنا لقيتهم تخيز انتغيسان لأنهم كي نوعا ما الانتظارات ديال الناس بعد المرات الشهوات ديالهم الفانتازم ديال كيفاش مختلف القيوة الحياة ديال المغرب تتشوف تشكيله وشنو كينتظروا منها بدون ذكر أسماء ولكني أؤكد عند ذوك الوائح اللي شفنا ما قل سيمو على أنه كين واحد الاهتمام بزاف واحد الانتظاريات يلي شوفوا شباب يشوفوا نساء يشوفوا كفاءات يشوفوا وجوه جديدة اللي ممكن على أن تصالحهم مع الممارسة السياسية وتعطيهم واحد الوجه جديد في انتظار النتائج ديالهم لكن كنظن كنقلت احترام نوعا ما المواطن المغربي على أنه إتسنا ولا ما إتسناش ما لا يهمون أمره نقضيوه احنا بعد ذا بعضياتنا حقو في المعلومات لا غير تشرح المستارة بأنه راه كان تفقوه كان يقلسوه وآجل كان صعوبه يعني الهيكلة الحكومية كان صعوبه البرنامج وبعد راه كيكون مثلا اقتراحات وهذا الشي راه كيمشي للدول الملاكي وكيمشي وكيجي وكيكون عود تاني راه ماشي غير الحكومة فقط راه الاتفاق على رئاسة مثلا الغرفتي البرنامجان وإحنا راه تحالف تلاتي راه تفقنا على المستوى المجالي الجماعات تقسيم هذا يعني هذا الأمور يعني غير يبقى مثلا نفس نفس المنطيق وهذا وتشرح للناس احنا أجل زيما ما غير يصعوبوا الدواء دي الكورونا غير راه مسألة بينه ايش حال محتاجة دي الوقت تعطونا أجل فقط غير قبل ما يعطي حمزة وجهة نظاره وغير تعليق على هذه المسألة دي التواصل الزمن تفاعلي رك تكلمت علىها في البداية الحلقة تبدل إلا كان ربما هذه واحد انتخابات هذه خمس سنين أو عشر سنين مقبول عند المواطن النارة كانت اسمناه الصحافة الوطنية ونسألك تقدر إلى حد دين ما ربما هذه عشر سنين شهر ما بين الانتخابات والإعلان عن الحكومة كان يقدر يكون مقبول اليوم ولا المواطن العادي اللي ماشي بالضرورة مسيث يتفاعل ويبحث عن الخبر وربما المسؤولين بقي ماخدوش بعيد الاعتبار بأن هذا الزمن تفاعلي تغير وبالتالي هذا الشهر اللي كان ممكن يكون مقبول هذه عشر سنين أو هذه خمسة شر عام ولكن اليوم عنده تابعات أخرى كثر اللي كتخلي الفيك نيوز يخرج اللي كيخلي الانطباع دي أنه علاقتنا بالزمن تتغير كتقولي كتجينا هذه المدارها طويلة بزف وما عندنا فاتش خبر صحيح كاي اللي كيقول أنه هذا شي عادي مثلا كنتشوفه النموذج الألماني مثلا جرت انتخابات يعني الأحد الماضي راه الآن مازال ما كانش ملامح دي الأغلبية وكيلك يتكلم على أنه أسابيع ربما شهور على تشكيل الحكومة كي نحاديث أنه على الأقل نشكلها قبل نهاية 2021 فربما ما نتكلموش على آجال معينة وكي على الأقل نشرحه للناس المراحل اللي كيدرز منها العملية باش الأمر تكون واضحة حمزة شبه وجهت نظرك؟ لا وشوف أنا شخصيا زي ما كان نتظر ربما قبل قلنا في الأوف ما كنا كنا نتظر أنا كان نتظر سنوات عجاب من ناحية دي التواصل وهذا القضية بدأت مع حكومة الأثمانية وكانتظن أن تستمر لأن البروفيلات السياسية اللي كانت تتواصل الكثير وهذا غدا وكتقلل إحنا في حكومات الآن اللي إلما كانوا ستدى تكنوكخات هم دى تكنوكخات بوليتيزية تصبغ كما قلنا بخصوص هذا شيء دي التلاف الحكومي وتكوين الأغلبية إلى آخير التواصل حبس نهار 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 الأغلبية والخطير في الأمر شوية والمقلق في نفس الوقت هو أن رئيس الحكومة المؤين والمكلف هو رئيس حزب الذي قاد أحسن أو الأفضل حملة من ناحية التواصل رقمياً وصحفياً إلى آخره ومقدرة أن نقول أنه كانت دولة سيخص كومنيكاسون يعني أنك وليتي فقع وسائل التواصل الشماعي أنا كنت كانت حكاً نقول لهم شي مرغان حل التلاجة وهذا يخرج إلى إعلان التجمهور الوطنية للأحرار وفجأة تغييرات التراتيجية للتواصل بطريقة 180 درجة طريقة راديكالية رئيس الحكومة الجديد معاوة ما سمعناه من يوم الإعلان على الأغلبية ومعاوة ما هي هذه رئيس الحكومة ليس مفروضة أنه يخرج يعطينا الكواليس للتواصل ولكن نقول على الأقل واحد شوية للتواصل المغاربة تفكرك أنك رئيس حكومة فمساني أنه يبقيت تغيير بزاف ثم ينسيك وتخرج والتقول ح urine حسنا الآن قام برغب وهادة شركة يدرى بطريقة هذه وإن شاء الله لا سوف نتحدث ونحن الأدفنا هو أن نكون في أفوق هدف القديم أننا تكون لنا حكومة هذا شيء سهل وليس صعيب كما تكون مفروضة والغريف هو أن التواصل من المغاربة يخرج في رئيس الحكومة لا تريد قل وأنا أو أخرى خارج ويبقى لا تريد أن نكون حزائيا لا تريد عن مرارس الحياة الزما آخر الهم ديالهم هو أنه زما شكون غايكون ولا شكون ما غايكون شو زير وشتريني الحكومة باش بدأت تجاوب على الفيضارات الله يحمي الوالدين زما غي بما فيها مثلا الموضوع اللي بدأت من العلية ديال تخفيف هذا كان واحد وقيته واحد للناس تالفين شكول الخصوية أخذ هذا القرار واش رئيس الحكومة المنتهية وولياته العثمانية ولي رئيس حكومة جديد فبقوا الناس تالفين السياسة السياسة هي كما كيقولوا فان الممكن ولكن كذلك فان التواصل وفان الكلام ما تنسيروش حكومة كما تنسيروه دجا حزب ووزارة أو هولدينج الهولدينج ما تحتاج التواصل دائما مع ناس ما عندك ناسك من غير الناس اللي كتخلص مع هذا لا عندك دابا الآن شعب مغربي قدر لكون التواصل داخلي في المقالة لان عندك شعب مغربي عندك ناس فيهم احطرف كبير صوته هليك كيسينو يشوفو رئيس حكومة يتواصل وكان نظن انه راك فهم هاتش غيزة ما كيبالي بحالة ما عرش واش داشا ولا ديال اننا نتسطرون خليه كوش مسدود وهاتش ما تصلاح ما ينفع أفوالوه إشارة سريعة لانه زعمال إيجابي اليوم ان المواطنين كيتسنوه كيسولوه بغاو المعلومة حداري من انهم زعماج موقعوش مصوقين إلا وصلتي حتمشينا في واحد المسلسل واحد التعبيئة واحد عدد مشاركة باش يكمل هاد المسلسل جيد التواصل اللي حمزه وغيره خصوه يبقى في هذا المنحة تصعودية ليجت واحد اللي وقيته وقصته بمدة غير مبررة اليوم كيتسألوا الإعلاميين وغضبانين أو الصحفيين ممكن واحد اللي قيزة تسع الدائرة إلا وليتي في واحد الحالة ديالنس ما مصوقاش ديك ساعة أعلنه ولا ما تعلنش ما كيبقى افتفت شد العلاقات يقول لورا فراحي لك أنسور فيك وكنت أقلب عليك ما نهار مصوقاش تعنيني والو ما ما جيتي ولا ما جيتي ولا خرجتي ولا ما خرجتي الموضوع الثالث الخبر يعني التعرف منتصف الأسبوع وقرر سلطة الفرنسية بأنها تخفض عدد التأشيرات اللي كتمنح العدد من دول المغرب الكبير أساسا المغرب والجزائر إلى النصف وتونس بالثلث وهذا الشيء كتبسطة السلطة الفرنسية بأنه ردا على رفض هذه الدول اللي تلكئها استقبال مجموعة الرعاية ديالها لكتردهم لسلطة الفرنسية لأسباب المختلفة سواء ارتباطهم يعني بشبكة إرهابية ولا الجريمة المنظمة ولا ولا غيرها أنا بدأ بك ريدا محسني قراءتك أنت لهذا القرار ووجات نظرك في من يقول بأن هذا حقيقة يعني نقاش ربما انتخابوي في فرنسا لأنك نعرف بقى تقريبا حوالي أسبعة أشهر عن انتخابات الرئاسية ولا غيكونوا ضحيتوا في آخر المطاف يعني مواطنين ومواطنين ديالها الدول هذا أكيد أنا ما كتنشوفش فقط على أنه هذه النتيجة ديال مخاض ديال مخاض انتخاباتي في فرنسا وإن كانت هناك مؤشرات معينة على أنه لعبة سياسية كي يديرها يديرها ماكرون بوحد الحنكة ووحدها سياسي كيفاش تم تقديم زمور للبشيخ تقديم زمور للبشيخ في فرنسا فهناك لعبة سياسية لكن أنا ما لا أرى أن هذا القرار هذا في معزل على القرار ديال جزائر ليديهم ديال غلق الفضاء الجوي فهي ضربة من الضربات اللي كانت تلقاوها اللي كانت تلقاوها اليوم لكن في عمق الأشياء كنظن هذه واحد الفرصة زوينة في نمكلينا نحط النقاش ديال تأشيرة في المغرب واش غادي نكونوا بالمعاملة بالمثل واش غادي وغاوصل واحد النهار أن المغربي تصانوا كراماته في طلب تأشيرة لأنه الناس اللي معايا هنا والناس اللي كي يسمعونا اللي فيتين شدوا شدوا الصف في القنصوليات وسمعو ذاك شي ديال تنعي طولك من بعد وصير حتى الجي والزحام والخلطاء والناس اللي عاشوا هاد الهات شي ولي كعيشوا مقطعك عقلتي قبل ما يوليو هاد لي الصندق بخيفي فاش كانو كيديرولي عندهم الأجرة كتر من عشرة لف درهم في جيها ويعني كتوقف في الصف وهادو كان عندهم عشرة لف درهم في الأجرة وهدو عندهم قرارة يعني واحد تمييز واحد الإغلال واحد تمييز واحد إغلال اللي صعيب بزاف كنظن من المحطات اللي كنحسوا بأنه كين واحد الأداف الكرامة ديالنا وما مني كنكونوا مجبارين مشو ناخدو تأشيرة ومني كتصادف مني كتصادف جيمعة شي أجنابي فرنسي أو إسباني جيمعة من فرنسا أو إسبانيا وكتشوف كيفاش كتحلولوا البيبان ولا تطلبوا منه ولو سنتيم واحد باش نرجعوا لمسألة طالب تأشيرة باش غادي تقول لي يا تنهبط هالخمسين في مئة أنا تنقول على أنه تشيرت أساسا كالتعطاء عشرة في المئة كأبعد تقدير وكيديروا واحد الأموال طائلة والملايير ديال الدرهم اللي كيربحوا هاد القنصريات هادو على ظهر المغاربة اللي كيتقدموا بملف متكامل أو غير متكامل وهذاك السيد اللي تياخد من عنده الميلف عارف بأنه غادي يكون واحد الرفض ولا يتوانى على أنه ياخد من عنده هذيك الألف ومئةين درهم وعارف بأنه غادي يرفض لي الميلف فهناك أموال ملايين بقرأة وكيدترفض بشكل غير مبرر بغير مبرر فكيديروا واحد في حين إحنا اللي بلد اللي عندنا مشكل في الميزانية وممكن إحنا نفرضوا واحد الرسم معينة على الناس اللي كيدخلوا للمغرب وإن كانت رمزية وممكن على الأقل نعرفوش كون كيدخل عنا لأنه من إنتا كقنصولية كتطلب لي البيانات ديالي المالية كتطلب لي البيانات ديالي البيولوجيا أنا أتذكر أنه طلب مني باش كان ناخد شيرة باش مش ندير دراسة ديالي في إسبانيا راديو ديال الرئة وراديو ديال على أنني بحلارة أنا بكتريولوجيك فإحنا كنعطوهم جميع البيانات ديالنا وإحنا كنعرفوه على أن المعلومة هي سلاح كنعطوه البيانات ديالنا الدقيقة كمواطنين كنعطوهم البلد اللي يمكن يكون عدو ديالنا في لحظة من لحظات في حين إحنا كيدخلوا عندنا مجرمون كيدخلوا عندنا ناس المعتادون عندهم جرائم ضد الأطفال الناس هربانين من دول ديالهم وإحنا واش جل وقت فين يمكن نصلوا لواحد المعاملة بالمتر لأننا فيها واحد الأرباح مهمة لا من الجانب الأمني لا من الجانب المالي وحفظ نوعا ما كرامة المواطنين المغربين حمزة الشلف وجهة نظرك؟ أول ما عش نقدر نقوله ما أنا زي ما علموه شخصية زي ما من هاد هاد الهاد الالي هاد الالي هاد راسه ليس أنا ولا اللي هادر علي ريضا ديال ديال شوية ديال تبادل بش أناك تاخد بش أناك تاخد الفيزا زي ما لحد الآن ما تطريتش أنني نكون ملزم نذهب لفرنسا ونأخذ الفيزا وديرها مع راسي زي ما بلي هاد الاسباب مع مري غن نأخذها من غير اضطرات لأسباب مهنية واسباب قاهرة السياحة رعطال الله بندن فين مشي وكين زي ما كين ما يتشاف العلام وكين مشي وقع دول وحال لنا بلا فيزا وكينش وكرتاحوه وكرحبو بنا زي ما هذا هدا في جانب اه اه كين واحد نقطة تانية وأنه من غير القرار اللي جامع عند الدولة الفرنسية فأصلا في الفين وواحد وعشرين رقم دل 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 دلسي رات نزل بثلات المرة سيذا كندان ديفيزين نتخوا بلا هذا القرار كندان دزنا من جimens تقريبا مئة ألف تشيرات ال 3.000 وكين 30.000 يلي بلا هذا القرار لذلك، لذلك، لقد أخبرنا أنه إعلاناً لنعطيه كما تريد الموقف السياسي لأنه في الناس في الناس كائناً أصلاً خفاقاً وذلك، بعد المسؤولين الفرنسيين قرروا كموزير الداخلية أن القرارات تخلق هذه الحالة وكتبقها، هذا ليس تسرم تماماً، تماماً، كان هناك نقطة ثالثة وهي قريبة للموضوع، خصناً لوقت شعباً، أوسي، شعب مغربي، واحد الطرف من الشعب المغربي، كان دائماً، كان هناك نقطة تبعيير فرنسيين، وعلاقتنا بفرنسا، ورتيبات دائماً بين فرنسا، ولكن عندما تقلق بميخيل، والسوب كونسان، دائماً، كان هناك نقطة تبعيير فرنسية، وكانت أصلاً كنت أعمل تذهب في الفرنسا، وكانت تقلق، ونقول لك لماذا؟ كان هناك قرار أهم منه بالنسبة لي، وعيشين كائناً أصر مبلوكية في المغرب، وهو كندا، وكان هذا مبالوكية ومالذي لا يطلب لهم، وكانت ترقى ليسوا على سبيل المغرب، وكانت تتواجه في المغرب، وكانت أعرف صنع، كان يكون طالبة لهم الذين يتحق، وكانت تقلق لم تسعين وقد لم تذهب الطالبة، لكن الرأي العام لا أظن في فرنسا، الارتباطات فيها فيكري فيها الإديولوجي فيها السياسي فيها النفسي فيها بزاف ديال الأمور على ما عقلتي شوح لقيت الأمريكا تكون المنتخب الفرنسي كوراة القدم لا عماشي فرقة جزء كبيرة من المغربة كيف يشجع الطرف الأخرى آه ديال هذا وكل عبارة ديال المنتخب إفريقي في حين أن كندا زعم ما ما اكزاكت امور أنا هذه النقطة دي كنت بغي نسولينيها لأن زعم ما كيبالي زعم الموضوع الموضوع يتناقش مزيان لأنه يتعطي الوحيد لاتيبارات شوية كبيرة والجواب كان ضمن ديال زعم ما ديال الدولة المغربية كان كان فيما قلو فالكذا الشيء الذي يجب أن يتقرره أعتقد هذا الموضوع ديال التابعية وكذا ممكن تدرس جوانب وفي محطات مختلفة ولكن الأمر عنده علاقة بدولة المستعمير يعني حتى تاريخيا لمشي تشتر دولة أخرى باستمرارات المريكان وبريطانيا ولكن أتلقى واحدة ولكن أعتقد ما أعرف شو ما نقوله هذا الأوان هالتوجه اللي عبرت عليه الدبلوماسية المغربية سواء بالقيادة ديال المالك محمد السادس أو وزارة الخارجية وغيرها منذ مدى هدرنا عليها مع إسبانيا مع ألمانيا يبدو خصوصا نشوف هذا المنحة اللي في شوية ديال ندية هاد سؤال ماذا أستفيد مقابل هذا الشيء دبا لهذا وهذا الشعر نعشو بمتشرر إسبانيا ولكن كتحسب واحد الإدلال والتعطب ويأخذ عندك هذاك ولا تغيير غير الموعيد تعود تخلص عليه ثاني ومتتحس ديما رك متهم رك موعيد رك رغم ما در مدير شركة وما بالمعطيات ولا عندهم أمري بيزنس ديال داخل تسوء هذاك الصورة ما مقبولة شغل تعود تسوء بمية وخمسين درهم بضب سكفوتوكوبي بأشرة درهم وتغير الموعيد أو أعطيك معيد أخر كتخلص عليه ثاني وهذا المهم اللابوراتور ديال التحليل ديال هم هما في واحد شوية ديال هذا ما يقع الآن مع فرنسا أعتقد هناك عدد مؤشرة تقول بأن الأيام الجاية معا ما تكونش طيبة لاحظنا واحد عدد ديال الأشياء اللي كتفسر هذا الشيء لأنه الآن قل جامع هذا الموضوع ديال التقشرة وقل سبب لي هو ما كتبغيوش تديو يعني إذا راكين غانا رجعت للموضوع الهجرة غانا رجعت لك شيد السفقات لرديسوا البال مؤخرة نرى نيض عليه واحد نقاش كبير للأسلحة في علاقة فرنسا وأمريكا بدولة أسيوية وإحنا أيضا بعض المرات البعض يفسر حتى بعد تحركت لك تديل جزائر كي وقع المشكل مع فرنسا كتغلق كي وقع الموضوع ديال جانب الديبلوماسي وقع ثاني مشكل تعود جايش تديل إغلاقة نو كين 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 ترابوت وتدخلات على هد على هد على هد على هد على هد ماشي باري ماشي باري ماشي باري هاد الأمور كل هاللي قالوا الإخوان غنطيف عليها حتى المسألة ديال تلقيح زي ما كتجي فرنسا واحد وقت كتقول لك لا إلا لقاح ديال المغرب راه كل شي مقبول دبا مثلا سينوفاغم سبانيا كتقبلو سويسرا كتقبلو فرنسا كتقول لك لا واحتأ استخزينيك هادك اللي كيدا في المغرب ما مقبوش نوك واحد وقت كين الفريق المغربي ديال الحلوية تقصى من كأس العالمي اللي كان كي في سيفية بعيد بسبب لقاح سينوفاغم زي ما واحد الوقت كاس ولي كاس قول زي ما كين واحد النوع ديال ديال تركيز مع واحد سياسة معينة افتجاه واحد البلد معين اللي ينقدروا رجعوا له في محطة أخرى كي في مقاسي محمد غروس مرتبط بعدد من الأمور السياسية والاقتصادية وإلى إلى آخره وأسواق اللي بدأت كتمشي الفرنسا ماشي فقط في المغرب ولكن في عدد من الدول الإفريقية اللي كانت المغشي ديالها مضمون فيها ولو الآن شركات مغربية هي اللي كتشتغل فيهم أنا اللي كيزعجني هو أن فرنسا كتجي تعاقب مواطنين اللي عمليين كيسافروا بطريقة قانونية بسبب وحدين اللي كتعتبرهم أن عندهم وضعية غير قانونية زي ما هذك المواطن اللي كيمشي يخد تأشيرها عمليين رمشي هو ذك اللي كيحرق عندك واللي انتباعات واللي كتستفد منهم فيهم أطباء فيهم خبرات فيهم هذي النقطة الثانية اللي بغيت نقولها قلت مؤخرا واحد لصنداج اللي كيقول بأن سبع وثمانين في المئة ديال الفرنسيين موافقين على هذ القرار ديال اللي إخدته الدولة دياله أعتقد أنه في المخيال الجماعي ديال الفرنسيين المغربي هو ذك المغربي اللي كيمشي عندهم حارق ولا باش يقلب على خدمة ولا باش يمشي من دولة إفريقية الفرنسا باش يتحضر ويقران ما كيتصوروش عدد كبير من الأوروبيين بشكل العام والفرنسيين بشكل خاص في علاقتهم بينهم أنه راهكي المغربي رجول أعمال أو امرأة الأعمال اللي كيمشي باش يدير جو بيزنس عندهم راهكي المغربي اللي كيمشي دير السياحة وكيخسر الفلوس عندهم حتى هذك الطالب المغربي اللي كيمشي في النهاية راهكيمشي كيفيرمون مغربي وفيرمون مغربي دونك ينفق وكيقدر من بعد يكون ككفاءة اللي اللي عندهم أكثر من الفرنسيين في فرنسا تتذكروا زيارة اللي كندرها ماكرول أحد لحمزة أحد الزيارة اللي دارها ماكرول لحد مص شفاية ومشي ماكرو هاداك هاداك لطبيب اللي في لا أنا أتذكر ماكرم لأملي سلم على الأطيب باب ثلاثة ألخة واحد مغربي واحد تنوسي ووجز أيرضان حتى هاداك 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 بغيناهم ولكن ما بغيناش ما بغيناش جماما فكين هاداك 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 شعار ديال فرنسا التاريخية ديال حقوق الإنسان ديال اللي في النهاية كان لقوا اليوم أنها بمجموعة من القرارات منذ عدة شهور كتبت أن احتذك صورة تقافية الحقوقية ديال دولة ديال فرنسا ما كيناش دبا ولا تسابق وحنا عديل تسابق نحو الخطاب ديال من المتطرف يعني ماشي ماشي بين واحدة قيطارة كنتي يقين خطاب ديال من المتطرف كان دائما تقريبا ثلاثين أو ربعين سنة كالخطاب الأخر هاليا صار هاليا مين اللي ماشي متطرف لأن كل شي كيتسابق باش يكون أكتر تطرفان ولا يكل من من ذاك الأصوات من الأصوات ديال من المتطرف. بدأت من هادي واحد أعتقد عشر سنين واثنشر عام فاش كانت وصلت لوبين للدور الثاني ديال الانتخابات ومن ذاك ساعة عدد من السياسيين فهموا أنه كين وحد الخزانة خابي اللي ممكن تقيصوا بهذا بهاد بهاد. سلق عالمي. الخيطاب تماما علما أن يعني مثلا كنشوفوا اليوم الخيطاب ديال زمور للبرامج اللي كيشارك فيها كتحقق نسبة مشاهدات كبيرة. وكتولي كتقول واش المشاكل ديال فرنسا تتلخص في الإسلام وفي المهاجرين المغاربيين. غير أنا غير نفتح واحد القوس اللي غير مرتابط بفرنسا مرتابط بعلاقتنا بهذه الحكاية هذي اللي وقعت. آآ القرار عنصوري في هنا من الاحتقار فيه غير من نساوش أنه يمكن لقو نفس الخيطاب عند عدد كبير من المغاربة مع المهاجرين اللي من بلدان اخرى من من القرارة الافريقية. أنا اعتقد إلا جينا نسولوا واحد العدد كبير ديال المغاربة غيقدر يقول لك رعدنا مشاكل البطالة حيث كينين بين قوسين لأفارقة في المغرب. رعدنا لزاق غير شوف الزنقاء حيث كينين لا لا وكين خطب عنصوري نيش هلقا. كين خدها. فحين ننتقد هاد العنصورية اللي كين في عدد من الدول الأوروبية. مانسوش أنه عدنا إشكال حقيقي. كتشوف بعد مرة إعلانات فيها ممنوع الكرة للأفارقة. لجا هادا قدية دي الأفارقة. كين بعض سيارات الأوجة دي ما كي بغلوش هي. وهو كين واحد صورة. مرفوض هنا وله حيث ما كان. لا هو غير كتقول في واحد السياق واحد المجتمع اللي كان قوله ديال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والعدلة والإخاء وهذا. وبنال نهضة دياله على مساواة الحرية. غير واحد نقطة متفق معك على أنه كين عنصرية في المجتمع المغربي ديالنا وبعد المراس بيناتنا. وكين عنصرية توجه للإخوان في جنوب السحراء. كتر إقصاء. وكين إقصاء وكين هاد شي كامل غير ما احنا ما كينش إقصاء أو عنصرية إدارية ديبلوماسية. يعني ما كان تلغوش من الغيني أو المالي يخلص ألف وميتين درهم باش ياخد تأسير يدخل. وريضة. 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 وما كيدوش. وما كيدوش. وما كيدوش. وما كيدوش إنسان بحال إيريك زيمو في المغربي في الإمام المهمومي. وما كينش. وبدأ شوية بعد المواقع التواصل الاجتماعي بعد الإداعات. الصيبس كنتخوليهم. ما كينش خطاب سياسي عنصري ديالي يمي المستطرف. كنتران. إحنا أعلى سلطة أعلى سلطة في البلاد. إلا أدوبتي هاد الناس هادو بخطاب رسمي. مقارنة. فهمتك؟ أنا موش أنك غلطة سنة. أنا كنفضل صراحة لأن العنصرية لجينا نأصل لها عند رأى عنصرية تقدر تكون فكر وإديولوجيا. نقدر نقول غزينوفوبي. أو غزينوفوبي ما عنديش ترجمة ديالاب العربية. كراهيات الآخر. شي حاجة. لا سلوكات. أو أفكار. أفكار جاهزة. عنصرية صعيب نقول لكم علاش لأن هذا الموضوع هذا خصوصا بالضبط. وما لو غزمون جات. واحد طرف من المجتمع المجتمع المديني في المغرب. هذا الموضوع العنصرية في المغرب توجه أفارقة جنوب الصحراء. كي يعملون بيه بثائف. وأنا نتخاني أن نروجوا شوية ديال المغالطات. اللي معنوش علاقة بأن هذا الموضوع خدمت عليه بثائف. كما في إطار الصحافة. وتفاجأت أنه في أحياء شعبية. علاقات كتلقائمة بين نساء مثلا أمهات. من متقافي متواضع أن الشعبيين المحنى والطريقة مش كيتعاملوا معهم. والزيجات. الزيجات عديدة. أنا اشتغلت عليه بزاف صحفيين. وعندي شهادات مؤلمة جدا. جانب اللفظي بعدها. فيه 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 يعني. هذا هذا محمد. هذا كنت مع المغرباتيون. صحيح. تيكون بحدة بحدة أكثر. ولكن الغروسيون كي مع الغروسيون. ولكن عدد كبير ديالعباد الله كيويك مشي مشي عنصرية. صعيب تقول عنصرية. ولكن سلوكات حالية مدانة. ثم كان معطاء أخر من لكي يختار المغرب أنه يتحول بلد استضافة ماشي بلد عبور. ومتعهم بطائق الإقامة. راه لابد من بعض الإشكالات تظهر. يعني ما نقولوش جسم غريب ولكن كين بعض الأشياء ما زل ما تجانسات. إذا لابد أنها تأخذوا. حسن ناسني كيقول كترو عنينا هاد الأفارقة غير يتفكر أنا راكين بزيفت المغربة. بالجيكا وفيكزكت الموصف. ومحصوش ينسى بانت احنا رأى أفارقة. هذا الأول أساسي. إذا ما أنا ممكن تفهم واحد بمنوع الكراء الكادا. حيث عندنا حالات مثلا جوج قتله واحد كرا وما بغاش يخرجو وكادا. ولكن هاد الشي. هراك يدخل في واحد من إطارة الموطنة وتتورة أمام القانون. وما تعملوش هو تميز يعني تحرموا من أحد الحقوق للقانون. شوف راه واحد لمرة جريدة ورقية من أهم الجرائد المغربية ما ندكروش الاسم. دير تحقيق من جوج صفاحات على أن الإجرام اللي كين في المغرب كيديروه المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وكال العنوان الوباء الأسوات. لا الخطر. الخطر. لا هادك هادك أسبوعية وهدي اللي كنتكلم عليها جريدة ورقية باللغة العربية. إذا ما هو واحد الوقت كتولي كتقول أصلا عدادهم. إلا جينا نشوفوا العدد دي الجرائم في المغرب مقارنة مع النسبة دي المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. رام يمكن شوه اللي كنو. وعدد كبير منهم مسالمين. واش هم اللي دابت ترتيب دي المدن في فاس وسلال إجرام وما السبب فيه تصابق عليهم وباقيهم ما زل. وما عمنا القناة شو قاعد نجرم بالصحراء يعني قلال في تنظيمات الإرهابية العالمية يوم حمزاح شلاف وصلنا للموضوع الأخير رياضي كما أعلنت قبل قليل وهو الإعلان عن تشكلة اللي غادي واجه بها المنتخب المغربي بعد المباراة الاقصائية لكأس العالم الفين واثنين وعشرين أساسا ضد مبارتين ضد منتخب غينيا بيسا ومنتخب منتخب غينيا اللي كانت اللي كانت تأجلت طب هذا الحال كل ما كانت تكون يعني الإعلان على تشكلة كيكون القيل والقال هذا غس يكون وهذا هذي الأمر ربما نقشناها آآ شحال من مرة وقلنا بي أنه كين واحد للسيد واحد المدرب اللي كيتحمل آآ اختياراته وهذا. إنما آآ بغيت نشوف وجهات نظرك فيها وكذلك على استمرار غياب دير بعض العناصير وقرأتك لها. داكو. هو بعدها اولا نحطو نقطة مهمة نسطروا علىها مزيان آآ ومزيان بزيف. هي قضاية نضايبات آآ تحد مكبر من المنسخب الوطني أي لاعب مهما وصلة النجومية دياله للعالم هو في خدمة القميص الوطني وكيجي كي ادي واحد الخدمة بحال شي جون دي مثلا غيمشي لساحة حرب بحال طبية بكي يدير خدمتهم. هذيك هذا الدباقتمون الجامعة هو دباقتمون ناسيونال في خدمة وماشي لعكس يعني ماشي المنتخب الوطني في خدمة اللاعب كيف مكان يكون كيلعب فريق جيد متواضع في البطلة الوطنية يكون كيلعب في الخليج ولا يكون كيلعب في أكبر الأندية العالمية نسطر على هذه اللي غيجي يجرج له ولا اللي غي تظاهر بالإصابة باش ميلعبش ماتش معنا ما نديرو به وعلى أي أفضل مثال في الاحترافية وحب القميس هو الآن أفضل ظاهر أيمن في العالم كيلعب إلى جانب أفضل اللاعبين في العالم وكيجي فرحان وقت ما كانت الفرصة باش يلعب مع المنتخب بحل اللاعبين الأخرين الكلام على أشرف حكيمي واللخص اللاعبين اللي تمايا كلهم يقتدوا به وتحت فيهم غادي يوصل للمستوى ديالو من ناحية ديالسلوك لم لا المستوى الكوراوي كنقولك الآن هو أفضل لاعبي في العالم يعني في طوب 11 ديال المنتخب النموذجي ديال العالم كان قبل منه هذي بعد سنوات نور دينيبت اللي كانت أوفة عبية الحال وكان دائما يعني يلبيني داء الواجيب ويمشي كيلعب في هداف في أي منك لهذا إلى الناخب الوطني اليوم إلى الناخب اليوم الوطني ما عيتش زياش أو أين كان مزراوي كذلك الأسباب تأدي بيه فأنا كنشكره حيث هكا غدين السوح تقف جديدة وصل المنتخب الوطني اللي كان عندنا مشكل معهش حاله دي واللي تقدر تخلف قال في أدية المنتخب الوطني اللي كانت تأمن بالاستحقاق بالجديد وبالمستوى العالي نحن ندرى الساعة قافة كم مباراة المنتخب الوطني ونبقى الكورة من المنتخب الوطني ونبقى نشاركه هناك فلوس تتحط هناك مشاريع تدار هناك منشآت كبيرة ربما من الأفضل الآن في العالم من كمحمد الساديس ونبقى الإدارة التقنية الوطنية هناك صور تدرى على أكاديمية الرجاء لا تظهر إن أكاديمية الرجاء. ليست صحيح وتحروف rooted أكاديمية الرجاء. بالك فجال تتحرك ใ關 shedding ومشاركة الوطنية وعلى كل حال لم تكن أبداً اختيارة محط إجماع الجامعة هنا في المغرب أو خارجه هذه هي عقيدة كرة القدم من ديمة أندية أو المنتخبات نقدروا كذلك نكونوا متخوفين من طريقة للاعب المنتخب غير المقنعة بالنسبة لنا الجمهور المغربي يريد كرة جميلة لدخل فلادين من المنتخب الوطني عبر التاريخ وخاماً كنا نشكراً بحكمنا دائماً كلابوا كرة جميلة أهلاً في المونديال فيما كنا كنا نشعروا ما كان نشعر مركب نقص على مرتاريخ مع الإشارة أنه خاصة نعرفوا أن واحد حالي لوزيتش كيلعب بكرة قدم مباشرة ماشي زوينة وبها باش وصل مع الجزائر للطور الثاني ديال الكأس العالم والناخب قالها بصريح العبارة رئيس الجامعة نفسه لا يتطافق معه في العديد الأمور وغير راضي على الأداء الحالي المنتخب الوطني ربما من حسنة القليلة ديالواحد وأنه صريح جداً ما تخباش اللي كين كيت قال لكن وشكاً خصي الإقالة صعيب ولو تمنينا ذلك رئيس الجامعة الحالي أخطأ في العديد من الأمور لكن ربما هو الآن يؤسس طريقة عمل جديدة الفلسفة دياله واضحة البناء الانتظار وإن غابل إطمئناً وهذا القضية شناً مع منتخب الفوتصال اللي من 2010 ونفس الناخب الوطني كاين وشناً أنه اليوم حنا يغفل طوب ويت ديال الفوتصال وربما كين شروع منتخب عالمي اللي غادي بداي نفسه لكأس العالم رئيس الجامعة قال أن العمل بدأ من اليوم فاليوم كان هناك ثلاثة مقابلات يغلبونها في بلادنا سنة فونطاج بالنسبة لنا ثلاثة مقابلات إلر بحناهم ممكن أن تأهلوا المباراة السد كأس العالم كأس العالم كأس العالم كأس إفراقيا ومن بعد ذلك سألوا كل حديثين حديث إذا كان شيئاً تعطي مغادين لا نفكره كثيراً وكما قال هو واحد الذي يزيد يقول لهم أنا سأذهب كأس منتخب الوطني إذا أخذت حاجر سأخذهم كأن شيئاً تعقب عند ردام حسني ومبعد عندي واحد تساؤل في قضية الانضيبات ممكن عندي تعقب على هذه المسألة النقطة للانضيبات اللي كنظن هني أن لنا مدرب اللي يقدر يضرب بيد من حديث ويقدر يخرج في اللعاب اللي عنده واحد سلوك دي المراهقة بش نقوله بطريقة سهلة لأنه الجاهزية أيضاً عندها 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 الدور ديالة اللي كتلعب وش اللعاب جاهز ولا مشي جاهز احنا شفنا بأنه المدرب الفرنسي ديشون راه قصة كاريم بن زيما اللي كان أكبر عدد ديالة ديالة الليقة شفنا على أنه الويسينريكي قصة سيرخيو الراموس اللي هو صمام الأمان ديالة الدفاع ومشاء ولعب وصل لنصف نهائي ديالة ديالة الأوروبا وفرنسا الدات كأس العالم وغاب عليها قلب الهجوم ديالها يعني راه تشي فرقة ما غاديم كلي هات ما غاديم كلي هات كون واحد اللعاب غير هاد اللعاب هادو يمكن كيقق عليهم واحد الخلط كيصحب اليوم على المنتخب بحل النادي يمكن النادي كتدير في واحد السمعة ديالك يمكن النادي عندك في واحد الأقدامية عندك في واحد كتحضب واحد الهيبة معينة أما المنتخب فهي شيء آخر مختلف واللي هي واحد لابد أيضا على اللي تتمين هاد الشي اللي ديال واحد على أنهو يخرج قرار تأذيبين ضيباطي ماشي فقط ما غاديش نعيط له بل خصي يكون واحد وتكون اكزمبلير واللي تكون اون رفيرنس نبدو بها على أنهو مني واحد اللعاب كيكذب على المدرب الوطني او لكيصف لوحد شهادة طبية مزورة او لكيخرج من المؤسكار او لكيصف وكيصف وكيصف وكيخرج فهناك سيكون المأساسة العقاب ما يكونش فقط انا عندي واحد تعقيم على هاد الفكرة هذه اللي شوشكم موقعت وجهة نظركوا فيها القرية للانضيبات كين وجهة نظر أخرى تقول بأن هاد اللاعبين المغربة الآن لمغاربات العالم ماشي من البطورة الوطنية بيئات اللي يكبروا فيها من جموعة القصص اللي فيها احيانا يعني التراجيديا وفيها بزاف الأمور وهذا جعلت بأنهم في تكون ديال الأغلبية ديال ممكن شوية ديالهشاشة وبأن هاد هادو المبدأ متفقن عليه ولكن خصوح النوع البراغماتية في التعامل معهم وكي تعطى الميتان مثلا بالمدربة الناخبين ديال ديال الجزائر وديال سينيغال جمال بالماضي واليوسيسي هادو تاهمة ديبيناسيونو هادو كيتفاهم وكيتواصلوا مع هادو الليين عقلي ياواد وبالتالي بأنه هادو هادو مغاربة العالم هادو 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 ما غدي يتفاهم معهم الإطار الوطني المحلي حال عموتا مثلا ما غدش يتفاهم معهم الإطار الأجنبي خصهم شي واحد بحال لو مثلا يعني مصطفح الجيمشافت كوين عوض الأمور الأخرى اللي ما كان عرفوهاش أو مثلا هادوك المنتخب هادو مغاربة العالم لان قريب شوية ليهم انا مطفح معك الجامع ونقول لك واحد القضية هادوك الكلام ليجلز هادوك كما كان قولوه ما هو قطعي إلا عدونا شوية بالنسبية المبدأ هذا واحد عنده مشكل كبير في التواصل مع اللاعبين وما غاي تفاهمش معاهم لأنه جوج أجيار مختلفة اليوم مرة تلاعب دل بطولارة ما غاي تلاعب دل بطولارة هوا عنده طريقة أخرى ولك يتخلص مزيان ولك يشوف الأمر بطريقة مختلفة كاين كان يمكن يكون التواصل أحسن وأفضل خصوصا مثلا في لوكادي المزروي لأنه اللاعب يقول ليه مضروب وكان يمكن يكون التواصل أكبر مثلا شيء بروفيل بحيث ويد الرجل يكون مشاق أكثر يعني لا هذا مشكلة عندنا بخوف بخولين في الوصطاف حجي كيتواصل مع بعض اللاعبين ما سابقا غادي 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 دير دكتور بطريقة يعني متالية هاد المشكل هادا حنا المغرب لدينا مشكل دوكاستينج لدينا الإدارة التقنية الإدارة التقنية مزيدة تكون الإدارة التقنية مثلا ببني كتشوف اسميات بلا ما نسمي كين أسماء ما كان خاصة تكون لأنه ما زال ما ما زال نغيان بخوفين مثلا في الإدارة التقنية ما زال ما عنده شيء إنجاز وليس انكمل مثلا مهاني المشكلة اليوم في الجامعة سيكون استراتيجية استراتيجية جميلة الأمور جدا احترافية ما بقي نجدك شي ديال الارتجال ديال جيب واحد أعطي هذا يقضي ولكن كين الجروب خوب المدوكاستينج هذا ما شي غير في الكورة في المغرب كان الموضوع ديال ممكن نقوله أن الفرجاء مفتقدينها بلغة التيران بلغة الجمهور وهو اللي عبر علي حمزة كنحسوه ما مختنعينش بالاخر مكان قول دائما العبرة بالنتائج ياريت دير خطتك تحمل قراراتك ما تكون واضح ما تكون غير هذا الجانب ديال نتائج على المغارباء ووراكيتنا وشي تتويج يعني قاري أمامي فهذا الموضوع ديال هذا عندنا واحد نقطة ضعفة نشوفها ما عرفت كيف ممكن تعجل الجانب ديال الحساب من غير ذلك الشرط الجزائي وكاد المدرب منك تخسر كادا ويقدم السيقات ويستطيره ويمشي في حاله ودخلتني في دواء ما يجي واحد هذا مشكل في كورة العالم كاملة ولذلك قبل أننا نهضر معك في تشكينا وانتحملوا ما دم ما غديش تحكينا ما ملاحظة مما بين الندوات السابقة واليوم بحالة خاف على مرسوس نشير واحد الإشارة مهمة برافو اليوم برافو اليوم المنتخب للفوتصال هز البارة بزاف وحسيت بها في الكلام ديال حالي وزيت في الاستقبال ديالهم بدك يتكلموا بحضار ويقول اه بالليت احنا غصنا وانا متفاهم الجمهور المغربي شكرا لهم برافو لهم ويقول لك الكاتب اللي يرحمه ادواردو غاليانو تيقول لك على انه الكويري عموما يعيش واحد دائما واحد المراهقة مستدامة لانه تيقول لك لانه في الوقت اللي كيكونوا المراهقين اللي كيم يخرجوا يصهروا ويخرجوا مع أصحاباتهم فهو الكويري كيكون في ويقول لك ولي ما كيعيش واحد الفترة معينة ديال الشباب دياله شوفوا مواهب رائعة في الكورة خصوصا في الدار البيضاء اللي اللي كان عارفهم ولي ان المستوى النفسي ما ساعدهم مش على انهم يكونوا منضبطين او يكونوا مستقيمين شكرا لكم جميعا كما لاحظوا انهم مشنا وسمعتهم مشنا زميدنا سنة العاجي ولكن غادي نعوضه لكم مواضع أخرى ان شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لتقني سكينة طاهري وأمي ما كبدي الى اللقاء